تغربنا من هادشي لكن اليوم الصباح تأكدنا لما شفنا انه هناك خلط لما عصبة يعني انغمسيها كتاع اشخاص تاع اشخاص بعض عشرات العشرات هكدا اللي اجتمعوا صباح اليوم وصوتوا كأنهم هيئة كأنهم قيادة كأنهم مؤتمر كأنهم هيئة مرخص لها عندها الشرعية والقانونية باش تاخد قرارات والمحضر القضائي بيانسير هو وثق هاد التصويت انتاحهم صوتوا باش ينحيوا باش من اجل اقالة الامين العامة حزب العمال يعني انا والامانة الدائمة انتاع الحزب وعينوا قاموا بتعيين امين عام بالنيابة باش يقوموا بتحضير مؤتمر طارق للحزب وتأكدنا من انهم استعملوا التزوير والمزور يعني لجئوا التزوير واستعمال المزور وبالادلة والاثباتات وانهم استعملوا بينسير شعار تاع الحزب اسم الحزب بطريقة غير قانونية وغير شرعية قبل كل شي نحبيت نذكر بامور اخر مؤتمر حزب العمال انعقد في ديسمبر 2018 انبثقت عنه اللجنة مركزية الجديدة واللجنة المركزية هي اللي اختارت من بين يعني من بين المندوبين اللجنة المركزية لحذاك المؤتمر اختار اللجنة المركزية واللجنة المركزية هي اللي انتخبت المكتب السياسي وانتخبت الامين العام وعودنا رجعنا للمؤتمر والمؤتمر زكا انتخاب الأمين العام يعني مش فقط للجنة المركزية إنما أيضا المؤتمر وإذن هذه هي الهيئات الشرعية والقانونية المنبثقة عن المؤتمر وزارة الداخلية أعطتنا المطابقة لكونفورميتي نتعاشغال المؤتمر يعني نتكلمحنا بصفة قانونية وبالإثباتات وفي شهر جنوبيل الماضي أيضا بعد أشغال دورة تعلجنا المركزية رسلنا وزارة الداخلية يعني عطينا للقائمة تعلجنا المركزية الحالية لأن صرت فيها تغييرات ووزارة الداخلية أعطتنا المطابقة لكونفورميتي وانشرناها في الجرائد طبقا للقانون وعاودنا رجعنا لوزارة الداخلية هذه النسخ من هذه الجرائد وهذه الهيئات إذن تعل الحزب اللجنة المركزية والمكتب السياسي هي وحدها المخولة بيش تاخد قرارات بيش تستدعي أي لقاء الهيئات تعل الحزب اللي هي شرعية هي وحدها اللي تنجم تنظم لقاء اللي تستعمل شعار تعل الحزب الاسم تعل الحزب واللي هي عندها الختم عندها الكاشي تعل الحزب وبين قوسين أنا كنت أشرت في يوم الأربع الماضي أنهم هدوما استعملوا كاشيغون يعني ختم غير قانوني مزور مكتوب فيه حركات تقويمية تقويمية لمسار حزب العمال ولكن من بعد يبدو أنه المصالح تعل الولاية ولا تعل وزارة داخلية رفضوا لهم هادة التسمية دونك طلبوا ثلاثة اللي طلبوا وعندنا الأسامي انتاحهم واللي هما ما همش أعضاء في الحزب نهائيا ثلاثة أشخاص هدوما دونك اللي طلبوا الترخيص باش يديروا ينظموا لقاء عمومي لقاء عمومي وهدوما دونك احنا لما تأكدنا من شكون اللي يحاضرين المشاركين ما عندهم حتى علاقة مع حزب العمال ما عندهم حتى علاقة عضوية لمع القاعدة الندالية لمع القيادة باستثناء حالة واحدة حالة واحدة كان واحدة بلك مفاهمة فيها والو هدوما دونك غرباء كليا عن الحزب من بينهم مناضلين في أحزاب أخرى مم أحزاب تاع السلطة أحزاب أخرى احنا كنا نتبعوا كيفاش كانوا يوجهوا الدعوات وقال أرواح برك ويجيب معاك ثلاثة أربعة من الناس على هديك قلت لما خلط غمسي قال جيب معاك برك هات باش يعمروا القاعة باش يدعيوا باللي كاين جزء من القاعدة بس كل قاعدة الحزبية ما هيش هدوك الأشخاص اللي اجتمعوا في مازاف خونحاشا قاعدة الحزبية مناضلين ومناضلات يعرفوا واشن هي القواعد تاع الحزب واشن هي المبادئ انتاعه ومنضبطين في صفوف الحزب احنا تأكدنا من القائمة تاع الحضور هدوما ما عندهمش علاقة بين الأغلبية الكبيرة عمرهم ما نخرطوا في حزب العمال حتى عمرهم ما ناضلوا في صفوفنا دونك ما عندهم حتى صفة باش يدخلوا في شؤون الحزب او يتحدثوا باسمه بعض المشاركين وقفوا النضال في الحزب كاين اللي عنده كثير من عشر سنوات كاين اللي عنده كثير من سبع سنوات كاين نواب سابقين نواب سابقين وأعضاء سابقين في اللجنة المركزية اللي تم اقصائهم على خاطر شاركوا في العملية الإجرامية الإنقلابية اللي استهدفت الحزب في 2015 و2016 يعني لما كان عبد العزيز بوتفليقة هو رئيس الجمهورية ثم كاين البعض الآخر اللي تم اقصائهم أيضا كونهم شاركوا في العملية الإنقلابية ضد الحزب الهجمة الشارسة تاع 2019 لما أنا كنت في السجن يعني السلطة السابقة تاع ما قبل الرئاسيات ديسمبر 2019 معنتها هؤلاء الأشخاص أولا اللي شارك اللي تم اقصائهم في 2016 هادوما ما شاركوش منبها في المؤتمر ما عندهم حتى علاقة بالحزب منذ 2016 الأخرين ما عندهمش علاقة بالحزب منذ 2019 حتى واحد من هؤلاء مطعن في القرار تاع الإقصاء أمام لجنة الرقابة حتى واحد منهم مطعن في الإقصاء أمام لجنة الرقابة علما أنه القانون الأساسي والنظام الداخلي تاع الحزب واضحين وضوح الشمس أنه إحنا عندما تكون مشاكل داخلية تتحل داخل الحزب في الهيئات انتع الحزب اللي تم إقصاء ولا شطبه إذا كان شاف باللي هو مظلوم يعمل يقدم طعن ولكن كاين بينشغل أجال وكاين والحالة تاعه تدرس من بين هادوما عدد كبير اللي هم اليوم أعضاء في أحزاب أخرى ومترشحين في قوائم أحزاب أخرى يعني للتشريعيات المقبلة يعني واحد من بينهم عضف اللجنة المركزية لفلان مثلا واحد آخر مترشح في القائمة تاع حزب صوت الشعب ولما نعرفوه شكاين عدد منهم يعني على سبيل المثال للحصر عندنا أسماء يعني كثيرة عندنا بالأديلة وكل شي مترشحين في أحزاب واحدة أخرى من بين اللي شاركوا البارح يعني بس تشوفوا درجة التفسخ درجة التفسخ يوجد اتنين اللي قصناهم بسبب ملفات فساد واحد كان رئيس بلدية سابق واعتقد انه تخل ما من الحبس تخل السجن احنا قصناه بمجرد ما عرفنا انه متابع بسبب ملف فساد واحدة أخر كان عضو في المسؤول في الوجيتياء او سي احنا قصناه بس كو عرفنا باللي متابع بسبب ملفات فساد ما يقدرونش يقعدوا في صفوفنا ناس كما هك احنا كنقولوا نحاربوا الفساد نحاربوه درجة نبدأوا نكون نسجوا قدام باب دارنا كاين أعضاء قياديين على كل حال عدد قليل اللي استقالوا من الحزب في 2020 وداروها عبر وسائل الإعلام عددهم قليل جدا يعني تحسبوا في الأصابع تاعل اليد الوحدة منبع داروا في وسائل الإعلام ونشروه في صفحة تاحهم تاعل فيسبوك يعني هما نسحبوا ونحن اشتبناهم ودونك وزارة الداخلية عندها القائمة تاعل اللجنة المركزية ما فيهاش هادوما الناس بسكو استقالوا حطينا اللي توفاوا الله يرحمهم أعضاء في اللجنة المركزية اللي توفاوا في المرحلة الأخيرة حطينا اللي هما تم إقصائهم بسبب تصرفاتهم العدوانية ضد الحزب الخيانات واللي استقالوا بمحد إرادتهم هادوك اشتبناهم دونك هاد العملية خارجة على الحزب كليا نسيت اون اوپراشون توتالمن اكستيريور ومعندها حتى علاقة يعني مش ناس أم في الداخل قال ما عجبهمش الحال قال ما همش متفقين بسكو الحزب قرر مايروحش للتشريعيات بسكو هادوما اللي تحركوا من خارج الحزب هادوما يقولوا باللي تم تحريدهم ولا تحريكهم على خطر الحزب قرر مايشاركش في التشريعيات هما يدعيوا هادوش وانا قلت هانهار لاربعة قلت احنا ما نوجوش اتهامات ضد اي جهة رسمية بسكو هادو ادعاءات انتحهم لكن احنا كمان مستغربين من لقاء عمومي ما عندوش موضوع رفعوا شعارات وبسيسوق اجهزة الامن كانت موجودة ما يقدروش يخدموها كده ما ناش كمان في ما نعرفوين ما ناش في غابة نون عندنا هيئات نظامية وعندنا اجهزة امنية اللي تروح وتشوف من اللقاء عمومي كينما من اللي حبو يغلطو هكده قالو تاع واحد مترشح بركة بش يخدم تسما يحضر للميلف انتاعو دونك هنه السؤال يطرح نفسو اسكو هادوما المنفذين تاع هاد العملية يعني تصرفوا وحدهم ولا لا ولا لا هما يدعيو البخيتاند نبقا ونقولو احنا البخيتاند مادام ما عندناش يعني الادلة الكافية اقول الكافية هادوما يدعيو البخيتاند بللي هما مدعومين من البداية قالوا احنا مدعومين من الجهة هادي ومن الجهة الاخرى ومنسميوش احنا يا الجهات بسكو امور خاطيرة خاطيرة جدا وقالوا بللي عندهم دمانات يكون بخي عندهم دمانات بللي هاد المشروع الاجرامي تاحهم رح يحضى بالمطابقة تع وزارة داخلية وانو وزارة داخلية ضمنت لهم بللي رح تمدلهم يوم 12 جوان المقبل بمناسبة للشريعيات تعطيلهم كوطة لباس بيه تعطيلهم كوطة لباس بيه وهذا بينسوق هما اللي يقولوا فيها هما اللي يدعيو معنى تهرامي يقولوا للناس سياسة الكوطات ماشي غير برك مازال ماشي غير برك مازال الوغ دونك هادا هما اللي تحملوا مسؤولية الأقوال تهم غدوة اشتركوا في القناة